يا أبي صلى الله عليه وسلم هل كانت هكومة الأولية الحكومة دريعة لهم من الهداية أم أن الهداية كانت هي الفكرة الأولية هم استخدمت هكومة في طريقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل عندما بعث الأنبياء بعثهم حكام لا شك هذا ولكن يكون غلطة إلى أن تذكر أي وينافي أن هذا مثبس ولا ينافي المثبس الآخر نافي ماكو إذا واحد مثبس واحد نافي كان نعم وإلا لا شك أنه نعم بعض الأنبياء الذين هم أنبياء لعائلة أو لكذا هم منزموا كل الأنبياء أما الأنبياء الذين هم بعثوا منذرين ومبشرين الظاهر حكام من ذوله لا لا حاكم هذا وذاك لا لا حاكم هذا وذاك نعم 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 الآئمة عليهم السلام وعليكم السلام سيدنا ما هو الولو وما هو الترفي وما هو الحد الباصل بينهم الإمام من قبل الله عز وجل هذا التقصير نعم وعليكم السلام أهلا وسهلا وعندنا وعندنا مسألة ابتلاعية يتواصل مع بعض الشيعة المؤمنين في تركيا نعم فموارض طلاقات حاكم الشرعي تبتنيتوا لها بأي مورد أو متى يسوق طلاق الحاكم الشرعي لأنه مبتلى بهذه المسألة علما أنه النساء تم طلاقه في المحكم الحكومي والزوج لم يفعل شوفوا الطلاقه بيد من أخذ بالساق هذا الخط العام وأما بالنسبة إلى الحاكم الشرعي متى يكون له جواز أن يطلق المرأة عن زوجها بدون إذن الزوج القراءة الكريم يقول وعاشرهن بالمعروف إذا معاشر بالمعروف ما عند الزوج أي وحدة والثانية إذا نفق الواجب ما ينطيهه سواء ما يقدر ينطي لما عنده أو يقدر ما ينطي هذا الصورة الثانية الصورة الثالثة ما إذا بقاؤها على الزوجية كانت حرجا شديدا عليها مثلا زوجة شابة زوجها ما ستون عشرين سنة وهذا ما تقدر تصبر فيكون بقاؤها على أول الزوج ما إلى طريق إلى حتى هو يطلق أو يقول ما أطلق خلي عشرين سنة تبعد هذا الشكل هذه الصورة الثلاث في الصورة الثالثة طبعا مسألة محل خلاف بين الفقهاء ولكن في العروة الوفقهة موجودة أيضا بهذه الصورة الثلاث يجود للحاكم الشرعي أن يطلق هذه الزوجة إذا هي طلبة الطلاق الزوجة قد يكون الزوجة متريد لا إذا الزوجة طلبت الطلاق في هذه الصور الثلاث للحاكم الشرعي يطلق الزوجة أو يأذن من يطلقها ويكون طلاق شرعي هذا وعليكم السلام فد رواية أنا أكثر من مرة قايل هذا فد رواية أكو الشيخ الطوسي في كتاب المصباح رضوان الله على الشيخ الطوسي ينقله اللي بعدش في الصلاة مو في الأذان والإقامة والإقامة موك مشكلة في الصلاة بعد الشهادتين بدون أن مرة ثالثة يقولوا وأشهدوا يقولوا أن علي النعم الولي ينقل رواية هذا ما يخالف بالتشاهد التشاهد بالركعة الثانية والركعة الأخيرة السلام عليكم السلام عليكم زيارة زيارة الجامعة الكبيرة حيث جاء بالضمائر جمعا هل يدل هذا على أن جميع أهل البيت عليه وسلام في جميع الصفات متحدون إذن فلماذا نرى بعض الصفات مخصوصة أو تذكر مثلا باقر العلوم لإمام باقر باب الحوائج لإمام الكاظم عليه السلام الجواب المعروف هو هذا الشيء وإلا فالمعصومين الأربعة عشر كلهم في جميع الأشياء في مرتبة واحدة إلا أن هناك استثناء الأول النبي صلى الله عليه وآله هو نبي ورسول وثانيا درجاتهم مختلفة حيث أن النبي صلى الله عليه وآله ثم أمير مؤمن وهاكذا السؤال أن أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه بعض الزواج أو نهى عن شيء فلماذا العل في ذلك لماذا أمر النبي صلى الله عليه أمر الله سبحانه وتعالى النبي بهذا الزواج الجواب إذا ورد إلينا العل في ذلك فنقول به وإلا فمن أين العلم لنا من ذلك من هو سبب المعلوم السؤال في سورة الإسراء ولو لأن ثبتناك لقد كنت ترك إليهم شيئا قليلا إذن لذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا النصير السؤال هو كيف يمكن أن يكون في ذهن النبي صلى الله عليه وآله كمثل هذا الفكر أو هذا النحو من التفكير حتى يخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء وثانيا لماذا ورد ضعف الحياة وضعف الممات إذ أن جزاء السيئة سيئة مثلها فلماذا ضعف ذلك الجواب نفسكم قد أجبتم عن هذا التساؤل فأنه كل من جاء منكم بفعل الحسن بالنسبة لله زوجات النبي فيضعف لها الحسنات ومن جاء بالسيئة فيضعف لها السيئة وما السؤال الأول فنوف في موارد عديد ربما ثلاثين مورد أو أكثر من نظيرة هذه المورد إذ أن نزل القرآن بياك عني واسمعي يا جارة فجميع الآيات التي ورد لنسبة إلى النبي صلى الله وآله وتكون من هذا القبيل أو نظيرة لهذه الآية المباركة ولكنها تنافي العصمة فإنها تكون من باب باب إياك عني واسمعي يا جارة موسيقى الآية 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 مؤمن ومتبين الآية من الملاهب السونية الآية فإن حصل القلاس المعلمة الحقيقية ففي نظر الملاهب الباقية يصح قلاق الحقيقية وهنا يكفي أم يحداث قلاق عبد الحاكم الشاعر احتياطا لأنها مؤمن لا يكفي حسب ما قلت كفة قاعدة أنه يصح يعني إذا هم يطلقون يطلقون هم بدون شهود مثلا الإمام عليه السلام قال لأحد علماء العام قال القرآن في الطلاق قال الشهود أنتم متقبلون الشهود وفي النكاح ما قال الشهود أنتم تقولون الشهود فإذا الشخص اللي ممن الشيعة من المذاهب الأخرى وطلق على حسب مذاهبه طلاق صحيح هذا يجوز للزوجة المؤمنة يعني زوجة المؤمنة تنفصل عنه بهذا الطلاق ما كو فرق إذا عندهم يصح هذا يكفي يكفي السؤال السؤال حول إمرأة لأنه وصل إليها إرثون صارت مستطعة للحج ولكن الزوج يمنعها من الحج وإنما أيضا يمنعها من مضافا إلى منعها من الحج يقول يجب عليك أن تعطيني هذا المال الجواب عليها أن تذهب للحج وعليه على الرجل يحرم أن يمانعها فالحج مثل الواجبات الأخرى إذا وصل إلى درجة صار الحج حرجيا أو ضررية حيث كان هذا الحرج والضرر في الطريق أو للزوج أو لأمور أخرى يجوز تسويف وتأخير الحج فإذا ذهب هذا الحرج وهذا الخطر والضرر مثلا مات الزوج أو طلقها فيجب عليها أن تذهب إلى الحج وإلا فتأخذ النائب وترسل النائب للحج السؤال إذا لم يكن لها القدرة حتى تأخذ النائب الجواب يسخد عنه الحج إلا أنه إذا حينما وصل إليها المال ولم تذهب ثم حصل هذا المانع فيبقى هذا الحج في عنقها وفي ذمتها فإذا ماتت وكان ما تركت أكثر من الحاج أو مثلا يكفي الحاج فيجب أن يأخذ لها الحاج السؤال السؤال من الموارد التي يكون فيه إنسان مخصص مختارا في أكل الصوم والشيخ والشيخة وموارد أخرى فإذا ذهب المانع هل يرجع الحكم الجواب إذا ذهب المانع وتمكن من اتيان القضاء قال البعض يجب القضاء وقال الآخر يرتفع أما بالنسبة إلى ذي العطاش فمحل خلاف فكل من هذه الموارد مسائل أدلتهم مختلفة كالحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن فالموارد مختلفة والبعض محل خلاف السؤال الخمسة قد أجز لهم كالمريض يصلي جالسا فهذا قريب نظير ما الموارد التي يفطر الإنسان الجواب ذلك يصلي ولكن عن جلوس ولكن الصائم هنا يفطر ولا يصوم وهذه الموارد التي ذكرتمها مختلفة أحكامه وقد حش العلماء والفقهاء بنسبة إلى جميع هذه الموارد الخمسة بالنسبة إلى الشيخ والشيخ يختلف الحق بالنسبة إلى الحامل المقرب والمرضى قيلة اللبن يجب أن تصوم إذا تمكنت وهكذا ذو العطاش كل من الموارد يختلف الآية المباركة وعلى الذين يطيغونه فمن لم يتمكن فيأكل ومن ثم إذا تمكن أن يقضي عليها يقضي السؤال لماذا قيل الشيخ والشيخ إذا كان المراد هو عدم القدرة الجواب على أنه هو أحد المصادق يقضي 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 أحد يقضي أمين صلوات الله عليه رئي كسيدي تمام محاسن شون يقدون مو يسي يسي أشنا وفي اللغة العربية الشيخ يطلق على مكان أكثر من من وصل إلى أربعين سنة ولكن ليس هناك خصوصية لهذا العنوان الفرق الموجود على أنه إذا كان وصل إلى درجة من حيث الكهولة فإذا يجب علي أن يعطي فديتان أولا لماذا أكل وثانيا لأنه لم يتمكن أن يقضي هذا الصم السؤال لماذا إذا رفع الوجوب جعل الفدية عليه الجواب القرآن نفسه قال ففدية طعام مسكين ونفس القرآن قال لا تصوم و اعطي الفدية ولا ندري ألعب في ذلك نعم صلوات الله عليه صلوات في الرواية عما الآن في هذا الزمان يسبب الفرح أو الزم في تطور وزيادة في الشعائل ما هو الميزان ما هو الميلاد هذا يصدق علي علمان الشعيرة أو ما يصدق علي علمان الشعيرة قد يدو يجوز أو لا يجوز لإبلاد كلام كثير وتناقض بين الأقوال بالنتجة بالنتجة كل شيء كل موضوع الشارع ذكر له حكم مثل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إنها من تقوى القلوب هذا حكم يعني هذا عمل المتقين اللي يعظم الشعائر أما الشارع لا في القرآن الكريم ولا في الروايات ما حددوا الشعائر يعني شنو فلازم يشوف العرف شنو يسمي الشعائر الشعائر كل ما يعتبر تجليلا للمعصومين عليهم السلام هذا الشعائر يعتبر في زمان الأئمة عليهم السلام إمام الحسين عليه السلام ما كان عنده ضريح ذهبه أما الآن عنده هذا الشعائر ليش لأن العرف يشوف هذا التجليل وتعظيم للإمام الحسين ما كانت قبة ومناير أما الآن لأنه عرفي كل موضوع عرفي بالنسبة إلى أفراح وأمثال ذلك كل ما عدت تجليلا لأهل البيت من إطعام من زينة من قصائد من أمثال ذلك هذا كل الصور شعائر نعم يستثنى من ذلك المحرمات الغنى الراق سمثال ذلك لازم ليكون إذا ما كوا ويعتبروا تجليلا لأهل البيت عليه وسلام هذا يكون كلها من باب يفرحونا لفرحنا وفي الحزن هم نفسك لا يعني الإنسان المتقي يعظم الشعائر من تقوى القلوب يعني هذه تقوى من الله عز وجل تقوى يعني الحذر من مخالفة الله عز وجل هذا حكم شرعي أما الشعائر شنو للقرآن ذكر له في الروايات موجودة بالنتجة أحسنتم العلماء شنو من علماء الدين اللي يسمى عالم دين العلماء عمن الدين اللي يسمى عالم شنو تقوى هذا حكم شوفو يقول ومن يعظم شعائر الله هذا من موضوع الشخص اللي يعظم شعائر الله هذا من التقوى تقوى من التقوى يعني القلب اللي فيها تقوى صاحب هذا القلب يعظم الشعار عبد الشعار يعظم يعني شنو شعار يعني شنو نفس هذا أنا ما أدي سمك الكافية شنو إلا فلس إلا نعم يجوز إلا لا على كل الروايات هو المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا أن حيوانات البحر كلها محرمة فدئ استثناء ما كان سمك محيوان آخر وكان سمك له فلس إلا مو سمك حتى إلى فلس ما يجوز إذا سمك ما إلى فلس ما يجوز مع هذين القيدين يجوز نعم نعم فاولو فاولو العقد مو باطل ولكن إذا كانت في حراج مثل ما قلت يجوز الحاكم الشرعي يأذن في طلاقها السؤال حول قضاء الصلوات للأب غير العمدية على الولد الأكبر أما الأم فما حكمه الجواب محلو خلافين مسألة موجودة في العروة قال البعض بأنه قضاء صلوات الأم أيضا على عاتق الولد الأكبر لكن مشهول لا يقول بذلك أسأل على أن الأم أهم ولكن لماذا لم يرد هذا الجواب نحن والدليل فهناك الدليل وهكذا الأجماع بنسبة إلى الأب أما بنسبة إلى الألون فالمشهول لم يقل وإن قاله البعض السؤال حول أني تاركم فيكم الثقلين فالقرآن مقدم أو أهل البيت عليهم السلام الجواب في نفس الروايات ورد على أن النبي قال صلى الله عليه وعلي أحده ما كبره من الآخر وهو القرآن وهناك رواية عدة ذكرها أحد ذكر أحدها أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وعلي طرح وأحد خدا يا يا اسمي أنا على كل خدافة ويحرم أن يهجر القرآن فيحرم هجر القرآن وهكذا هجر العسراء الطاهرة نقوم ببعض الشعائر يستهزون معنا نحن لهذه الشعائر قد تمكننا أن نجمع مجموعة كبيرة من الشباب من الحراف نحن بالحلق لهذه الشعائر إذا لم أقمناها لأن الجماعة يستهزون بنا سيؤدي إلى أن الشباب يدون إلى أماكن أخرى وأماكن الأخرى الفساد بكثرة ميزان الاستهزام هل هذا يحكم أن أترك الشعائر أن البعض يستهزئ بيه؟ يا حسرة على العباد القرآن الكريم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الاستهزام مملاك لأنه هم المزيانين يستهزئون من اللي مزيانين الله يستهزئ بهم هم المزيانين يستهزئون بالزيانين ولذلك الإنسان لازم لا يخلي فكرة على الاستهزاء شوف طريقتها صحيحة هذا الشعائر محرمات ما بيها شكوا بيها لا تقوى القلوب لازم يتعلم الإنسان أن يكون صامداً فيما هو صحيح وإلا اللي يجي بشيء ضعيف عد بالاستهزام يروح يا حسرة على العباد استثناهم الله ممسوي ما يأتيهم من رسول ما قال إلا فلان إلا كانوا به يستهزون صلى الله على محمد وعليه أعلم شكراً اشتركوا في القناة سيدنا السلام عليكم نزوهر من بغداد مركز صديقة فاطمة شرفنا بسماحة يا لبيت رسول الله حبكم فرضون من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر إنكم من لم يصل لكم لا صلاة له أنا بدونك يبو السجاد شملك مثل نسمت هوا ومخنوك شملك يريد بيوم يلتم غاد شملك توصمك وأهل بيتك علي إحنا جينا من العراق زوار بتشكر من مولاي الروفين مولاتي معصومة من سماح تسيد من اللي تلقوني إن شاء الله نرثيهم بهذا البيت أكو مفتوح بابا وجه مستود حط النذبيحة وماك لينه وكهوة وعتبت وحايط يصيح يامي يتهله بالجاي لينه إحنا جينا نهوز الغدام ومن مولاي الخير منك مولاي الخير منك مولاي الخير منك مولاي الخير منك قد ختم النذره وجودك قد تمت كلمة والله وقد ختم النذره أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطيقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطيقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق أضاء بك الأفق المشرق